اشتركوا في القناة ونسمر في امسياتها ونمرح في بساتينها والحقل اهي الرماش التي نعودها اليوم باحثين عن تاريخها وقصصها وناسها الطيبين نعم هي هكذا يقول النيل ويمنحنا الاذن لنبدأ رحلتنا في الرماش احدى قرى شمال سنجا حاضرة السنار دخلناها فرأينا بساطة القرية وسماحتها بالنسبة لسكان القاطنين على قرب من النيل الازرق ترتكز حياتهم على صناعة الطوب الذي يمثله مصدر دخل اساسي فحتى موسم فيضان النيل تكون الفرصة متاحة لهؤلاء لزيادة انتاجهم وكميات الطوب وبيعها فطوب الرماش من اجود الانواع ولان الحياة في الرماش تبدأ بالنيل والتفاصيل تبدأ من النيل استوقفنا النيل واستوقفتنا حكاياته جبريل مواطن بسيط يعيش في المنطقة رزقه يكسبه من نقل السكان عبر قاربه الصغير جبريل كفيف البصر وهو المكلف بإيصال الناس بأمان من وإلى شاطئي النيل لا يجد في فقدان بصره مشكلة فهو سعيد بعمله في النيل يقول جبريل عن قصته التي يراها الكثيرون غريبة والاخر العمد حصل زي العصر كذي فقطت النظر العصر عديت زي ثلاثة يوم لما فتحت قلت النظر مافي هنا مشيت للمستشفى وهنا دوني قطر وهم اقتنحتها جيت أنا وصلت على العمل طوالي في البحر طوالي نحن وبدوني أخوف ما فيها تردد لما أقول لك البحر تخليه وللاي الله يخليه ولكن ما جدرت أخليه لأنني كنت واسخ بنفسي بيشتغل كويس ماذا شغلك كان كيف؟ والله طب من الصباح للحد بأي من الصلي ويأيق طوالي البحر هنا بيبدأ الشغل لحد الفطور وبرجع وتاني بيشغال كي زي كذير نهي للمقرب بيشتغل الحمد لله ما لقيتني صعوبة وعيمة بدري قبل يشتغل كان عنده فكرة في الشغل دي اشتغل بدري وعيمة وواصل طوالي بدري كان عندنا ناقونا عادل كان شغال معه هنا باه الدين جماعة اشتغلوا معه اشتغلت معه فترة بسيطة ما قديره سنتين ثلاثة كده واشتغل في الشغل دي طبعا الحمد لله واشتغلته ما شغلته قدم مصاريفه بتاعه الحمد لله وخلافا لذلك يصادف جبريل الكثير من المواقف الطريفة انا مش عائفة هي بتقول لذل دي اياما بلوه بحب الريدي دي انسحه وتبراحه هذول وفاتت لذل البدل معي لبخلص القروش بثلت لذل ما قالو بقى لا لا اخذ ذل لا بشوفها تليم عليش يا الله ربا يبتعد جبريل بقاربه في عرض النيل ونبتعد نحن ونقترب اكثر من تفاصيل الحياة بالرماش فتأخذنا الخطى صوب بساتينها الغنى ورياضها النظرة المتلفعة بالثمار فالرماش منطقة اكسبتها الطبيعة خضرة وجمال قل أن يوجد في مكان اخر فمن خير ارضهم يأكلون ومن مائها يشربون وينعمون باتجاهنا لمعرفة تفاصيل الحياة وتاريخها واجتماعيتها في هذه القرية التي تعطبر امتدادا لثورة الامام المهدي فاحفاد الخليفة عبدالله مازال يوشحون القرية بحضورهم فضلا عن كون الرماش محطة مهمة في حياة الدولة المهدية فامراؤها وفرسانها تحفظ لهم القرية تاريخا واسفار ويخبرنا محمد حسن ماكي صاحب كتاب الرماش قراءة في احداثها عبر الزمان عن مكونات القرية واهميتها التاريخية فهو يقول ان الرماش محطة مهمة من محطات التاريخ السوداني حقيقة الغرية حقتنا دي نشأ السند 1901 أسباب النشأ بتاعتها ناس كانوا أسرة من بغايا المهدية وجابوهم استوطنوا هنا وسكان الأوائل القبلهم كانوا الفون والقواسمة فالهمية التاريخية حقتها تنبع من ان الناس الجديد كلهم حاربوا مع الإمام المهدي الإمام المهدي وخلفت المهدي ما بعده ومنهم زي 13 أمير سجنوا في السجون المصرية في ضميات ورشيد منهم فضل الحسنة ومنهم علي فرفار ومنهم أبراهيم ود الشريف ومنهم كبر أبو مجاري ومنهم الرضي منبد ومنهم الصالح حمده ومنهم حمد الناير ومنهم أبراهيم ود الشريف ومنهم يعني بعض المجاهدين ربيع عبد الله أبو كالتومة ومنهم محمد فضل الله ورد أمير كان هنا ولأن الرماش تجسيد للسودان في أبخى صوره الاجتماعية المترابطة نجد إلى جانب قبيلة التعايشة أكثر من عشرين قرية أخرى تتقاسم المكان كما يتقاسمون إكرام الضيف فعندما يحل الضيف ينبئ منظرهم عن أصالة المعدن والخصال فكل قبيلة لها في الرماش متكى وأي متكى إنه متكى وريف المال المسطر للعبد من سيد ولتنقص البشاشة وللبخالة تزيد وسمح الزول يكبر قومه بيدربيد ويقدر الماشي فوق الرائد والمبريد خزينا المولى فوق مصرف المقطوطة وقت الله يهوينها لاب الدور قلم دانوتا سبحان الكريم العايشة الدرة والياغوطة عايشة الدودة بين حجرين وفي لب الحجر مبسوطة قدما سابت ماشا العجاجة أدبيره كفنا عالي طوطولي القماش بالحيل من وسط رقته عند الصرة ياب دويره ما يقعين كساعة يد وسيدا مديره وعلى صفايا كان الموت جي عجلي قبال المنزح فيه وكمل غلي يشهر الظلامة لغبت بيته اللي شوف الفم وبنقح في السحابة الكله أنا صابر فوق جمرا انتهب لسنات كله زبابي من الموجة والكسرات مرضان جوه لاكين الهدوم ساترات أنا صابر فوق جمرا انتهب الريح كله زبابي من الموجة والتسريح مرضان جوه لاكين البشوفني نصيح الدائرني والمابيني لا بزعدني لا بزقيني في حوض الجرائم وإن حكى البطاحين قصتهم فإن للتعاشى قصتهم العم إبراهيم يوسف منذ رفاء الرماش عرف بشعره ونكاته وحبه للشاي ليس على طريقتنا وإنما على طريقة البرامكة بغرب السودان البرامكة بأيدوا الشاي وبأيدوا الشاي ويطلبوه وإنحنا كذلك في الرماش بنطلب الشاي وبنشرب الشاي لما ما نلقاهه بنضعب البرامكة البرامكة قال لشنو البرامكة قال لشنو البرامكة قال استنتوا الحكية أدي من النسى القديم حسى بيقي ما فيها تأخذ المرأة الحرامية تقتل الرغبة وما لك شلوفه قدية الشاي قال شنو الشاي قال بغضاد مشروب العلاد كبر التلقيم ورغغ البرات في الدنيا شكر وفي الآخر ذات البابور بنفس قطاع الفرقات وفي منزل السيد يحيى الخليفة عبدالله خليفة الإمام المهدي بالرماش يغمرك إحساس بعظمة التاريخ السوداني وأنت تتنسم عبق الماضي الزاهر في هذا البيت ملمح آخر من حياة الناس هنا فهم يعالجون بالقرآن فسر القرآن وعظمته دفع بها أحفاد الخليفة عبدالله خيرا وبركة لخدمة العباد فكم من مريض دخل هنا فخارج معافا بإذن الله تعالى كان يحيى الخليفة من ضمن أخوانه وأولاد الأمراء وأولاد القلفاء وأبناء من جايدين من الناس الأسر ودهم رشيد في مصر هناك فعده بفترة في مصر وهو زي اشتغل مع وده يشتغل مع مسكافي مخصوصة البيت طبعا البيت ده أصبح يعني منطقة روحية وقبلة زي ما تقول روحية وبيت مشهود ومعروف له في كتير من مناطق السودان فهو طبعا ابتدى العلاج الروحي هو ما بالعلاج زي ما أقوله نحن بالمستوى شايفين نحس في الوقت الحاضر فبعض هلنا اللي هو عمامنا كبار وحسن يعني يعني حيين يرزق قاموا سألوا جدا يا حتى قال له انت بتعالي الناس كيف قاموا قال لهم الناس أنا باعليهم الناس بشيهم ربنا سبحانه وتعالى نحن بنقدم ليهم موية الراطب هو اللقم الحلال وموية الراطب ده هو الراطب ده يعتبر يعني مجموعة زبد من الغرآن ومن الحديث المؤسوري النبي صلى الله عليه وسلم فالراطب ده يعني في كتير من الناس اللي يعرفوه هو زي يريد من الأوراد يغرأ بعض صلاة الصبح ويغرأ بعض صلاة العصر ويختم بحزن من الغرآن يعني الناس في الشهر بيقرب معهم الغرآن طوالي كل شهر بيختم معهم الغرآن قال نحن بنقدم لهم موية الراطب واللقم الحلال والله بيشفامه وهي زي خاصية يعني أصبحت خاصية وفي الرماش تنساب الحياة بهدوء وسكينة وكغيرها من القرى يمثل فيها المسجد إجعاعا ونورا وفي الشوارع الوجه البسام وابتدار السلام هي تربية القرية ووصية الأجداد فكم خرجت الرماش من أفذاذ وكم علمت ويكفي أن المرأة فيها تشكل منارة ونور فهي الأم والمعلمة وصاحبة الفكر والرأي التعليم كان مختلط بنين وبنات وإن شاء الله قطعوا مسافة بعيدة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية وحفظوا الحمد لله حس في أمنا وجودة كالتوم يعقوب عمر والخالة عائشة يعقوب وعائشة يعقوب يعني مجموعة من النساء اتعلمن بعد ذلك جاءت مدرسة الرماش المدرسة الصغرى سنة 1962 سنة 1960 الحمد لله يعني إحنا افتتحوا بين المدرسة ويعني كانت دفعة يعني مبرزة وبعد ذلك التعليم يعني استمر في الرماش لحد ما يتخرجوا يعني بناتنا من الجامعات والاجتماعيات يعني ما شاء الله يعني حس الحال الاجتماعي إحنا عندنا متواصلين والحمد لله يعني عندنا حس خلوة برضو هنا البنات بيدرسوا فيها وعندنا مشغل برضو النشاطات النسوان يعني في المهارات شغالين يعني مهارات الحمد لله بدخولك الرماش تدرك أنك بحاجة ماسة لمجالسة شيوخها وحافظي تاريخها لتسمع إليهم وتعيد قراءة التاريخ مرة أخرى بحاجة للتفرس في نيلها وطروقها وإنسانها وبساتينها الغناء قد تكون هذه قراءة أولى في كتاب الرماش لكنها تكفي لمنحنا طرف الخيط الممتد إلى أعماق تاريخها تاريخها الذي لا ينفصل عن حياتنا التي نعيشها اليوم الليل البارحة ولا البارحة في المنام طاريهين الله بذكره لكن محالقو النوصين البارحة ولا البارحة في المنام بطراهن الله بذكره لكن محالا ساهم الليل هي تحالف ما بين الإنسان والنيل والقرآن هي الخضرة والجمال والطبيعة هي استلهام لأنصع صفحات التاريخ السوداني الثورة المهدية هي القرية السودانية بكل تفاصيلها وروعتها وإرثها وحنينها هي الرماش منها أحييكم نزار البكداوي لبرنامج كاميرا الشروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر